لو بتكسل تسحل صلاة الجمعة او بتروح متأخر تلحق ركعتين بالعافية كمل الفيديو ده للاخر واوعدك اتغير رأيك انت طبعا نفسك تدخل الجنة مش محتاجة سؤال دي ربنا يرزقنا واياكم الجنة تبركز معاه شوية اهل الجنة بيشوفوا ربنا كل جمعة في الجنة ربنا يرزقنا النظر الى وجه الكريم قول امين طب تفتكر بقى مين هيكون اقرب ناس لربنا في اليوم ده في الجنة اقرب ناس لربنا في اليوم ده هم اول ناس بتروح صلاة الجمعة والدليل الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعودة قال سيرعوا الى الجمعة فان الله يبرز لاهل الجنة في كل جمعة في كسيب من كفوره فيكونون في كرب منه على قدر تسيرهم الى الجمعة في الدنيا وفي حديث ثاني صحيح برضو عن عبد الله بن مسعودة قال سيرعوا الى الجمعة فان الله عز وجل يبرز لاهل الجنة في كل يوم جمعة في كسيب من كفور ابيض فيكونون في الدنو منه على مقدار مسرعتهم في الدنيا الى الجمعة فيحدث لهم ان القرامة شيئا لم يكونوا رؤوه فيما خلى عمرك شفت واحد قدامه انه يلحق المقعد الاول في لقاء الله في الجنة ويكسل ما بالك بقى اللي بيطنش يحضر خطبة اصلا وبيروح يصلي رقعتين وخلاص اما اللي ما بيصليش الجمعة خالص فده محروم من ربنا عافينا واياكم صلاة الجمعة يساهم ميزان قربك في لقاء الله في الجنة فاخترت حب تكون فين لا تنسوا الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام والاشتراك في القناة ودعمنا بلايك